اشتركوا في القناة ونشرت المجلة الجزائرية في عددها الاخير رسالة تحريدية مباشرة للمملكة المغربية لغزو جزر الكنار الاسبانية معطابرة تلك البقعة وسط المحيط الاطلسي ارض مغربية لكونها لا تبعد سوى بكيلومترات قليلة مقارنة مع الجزيرة الايبيرية التي تبعد بألاف الكيلومترات على ذات الجزر المقابلة للسواحل المغربية ودعت مجلة الجيش الجزائري المغرب لتحرير جزر الكنار معطابرة ان هذه حقيقة تاريخية واسبانيا بلد محتلة وجدير بالذكرى النظام الجزائري كان قد تعامل ببرودة غير معهودة عقب اندلاع ازمة جزيرة ليلة المغربية ولم تصدر الخارجية الجزائرية حينها اي بلاغ تضامنية مع المغرب عكس دول مجلس التعاون الخالجية بل ذهب بنظام بطفلقة حينها للتضامن الضمني مع مضريد نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء